قد يكون أكبر دوري مولع في العالم بلا نقاش عشرة أندية مهددة بالهبوط هلأ صاروا ستة عشرة اتنين على اللقب نحتي عنوين رئيسية هلأ عنوين رئيسية يعني الأمور صراحة يعني اللي باقي من الدولة الجولة الأخيرة ليست لأصحاب القلوب الضعيفة صراحة أنا معك يعني أنا قاعد حينتخيل يعني مثل نادي مثل الأهلي كيف جماهية رأتفكر كيف لعيبت يعيشون اللحظة العادية الاتحاد كان خسران خلاص طولة راح للهلال ضرب دينكتين سجل هدفين وأجل حسب اللقب للجولة الأخيرة ضربة الجزاء اللي من حسب يعني صراحة دوري 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 مولع ضربة جزاء حسمتها أنت ضربة جزاء عمين يشوفه طب ما شاف الحكم السبعمين ما أدري ما يمكن شاف يمكن لقطة ثانية مبارة ثانية عدولي ألف مرة أنا شوفه أبو محمد أنا قلبي معك قالك هذا ليس للقلوب الضعيفة أنت أهلاوي وطلعت معنا على الهوى وقلت الأهلي غالص وحيفوز على الرائد ونحن ما دخلنا بحدا طيب جاوبني هلأ أنتوا دخلكون بحدا هلأ صار والله ما زلت عندي رأيي إن شاء الله ومتمسك بالآن أي رأيي لحظة 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 أي رأيي لتلي بنفوز على الرائد ونخلص رأي رأي البقاء رأي البقاء نعم أي مباراة الأهلي كنت تفائل فيها وتفائل نريد أن نكون جزء أيضا من رفع المعنويات لكن نصطدم بواقع سيء أمس حقيقة الجمهور الأهلي اللي حضر المباراة الجماد يحركوا الجماد له جماده من بالك ما أثر على فريق بأكمل وبالأكس لعبين الأهلي كانوا في أسوأ حالاتهم من براء الأخيرة لا شك أنها من براء براء حياء وموت يعني صحيح أننا سترعب على الرقام خلينا يعني جينا على الجردي خلينا سمعته من الجمهور شو كان عم يحكو هاسك والإدارة شو الوضع عندك أنت أقرب واحد للأهلي بالله اللي يقول لك أبو كرم قلنا سابقا تمسك الإدارة ببعض القناعات هي من أوصل الفريق لهذه المرحلة تحدثت في صد الملاعب إذا كان راضي ذاكرتك تسعفك عن هاسي من الجولة الرابعة والخامسة وتحدث غير كثر تحدث أيضا عن اللاعبين الغير سعوديين تحدث أيضا عن قناعات أخرى داخل الأهلي متمثلة في المشرف على الفريق الذي هو الأستاذ موسى محياني الذي كان محور خلاف بين الأهلوين حتى المدرج حتى المدرج الأهلاوي من أول يوم رافضه حتى الأعضاء الذهبيين الذين يرشحوا وصوتوا ماجد النفاعي كان شرط الأمير منصور بالمشعل أن لا يعود موسى المحياني ولا يعود أحمد بام معوضة اليوم الثاني أعادهم وخسر الأمير منصور وبالتالي أعتقد أنه الآن الذي يتحمل كل هذا هو إدارة الأهلي الإدارة من ماجد الأصغر واحد إذا جانب أيضا اللاعبين اللاعبين للأسف لا يقدموا شيء يذكر لاعبين محترفين ذول اللي شفناهم أمس للأسف لا روح لا مثابرة لا بحث عن نتيجة فشكلوا صدمة صدمة كبيرة للجمهور اللي أمس والله حقيقة نصفهم ترى نصفهم من الملعب للمستشفى مدرجاتكم الصور ولا لا طيب